يحتفل العالم باليوم العالمي للنظافة لتشجيع وتعزيز قيمة وأهمية النظافة لدى الفرد والمجتمع في مدينة شرم الشيخ نظمت إدارة محميات جنوب السيناء بالتعاون مع وزارة البيئة حملة نظافة لمنطقة محمية نبق بمدينة شرم الشيخ وذلك على هامش الاستعدادات لقمة المناخ كوب 27 في شهر سبتمبر من كل عام يحتفل العالم بيوم النظافة العالمية بهدف تنظيف الكوكب من النفايات إضافة إلى حل المشاكل البيئية المتمثلة بإزالة الغابات والاحتباس الحراري واستعداداً لقمة المناخ كوب 27 نوفمبر المقبل بشرم الشيخ نظمت إدارة محميات جنوب سيناء بالتعاون مع وزارة البيئة حملة نظافة لمنطقة محمية نبق بمدينة شرم الشيخ ضمن فعليات التنظيف احتفالاً بيوم العالمي للتنظيف في ضوء التحضيرات لمنطمر الأطراف منطمر المناخ كوب 27 نحن نرى النهاردة مجموعة من الشباب مجموعة من العاملين في فنادق شرم الشيخ ونبق كلهم يتعاون يعني يخلوا المحمية ومدينة شرم الشيخ في قبها صورها وذلك لتحضير المختمرة الحملة شارك بها عدد كبير من شباب شرم الشيخ المتطوعين والعاملين بفنادق المدينة حيث قامت الفرق المشاركة بجمع النفايات والأكياس البلاستيكية وزجاجات الفارغة والأوراق من داخل صحراء محمية نبق جورنا كبني أدمين وكشباب عايش في المكان أننا لازم ننظف ونحافظ على البيئة بتاعتنا عشان ده لي أثار سربية كتير قوي واحنا مبسطين قوي إن شرم الشيخ يختروها للي هي تكون المكان اللي هيقام فيه كاب 27 نظرا لأهميتها البيئية احنا بنرفع الوعي البيئي علشان الأجيال يعني علشان التنمية المستدامة إزاي احنا نحافظ على الثروات الموجودة ونشيل حق الأجيال الجاية في الثروات الطبيعية الموجودة بنستهدف البلاستيك أو لوياتنا في البلاستيك في اللم من الصحراء عشان هو اللي بيأزي زرع أكتر حاجة والكائنات البحرية وتتضمن الحملة أنشطة متعددة يتعرف من خلالها المشاركون والمتطوعون على مفهوم اليوم العالمي للنظافة وأهمية إعادة التدوير وفصل المخلفات وترشيد الطاقة والمياه وتقليل استخدام المواد البلاستيكية والتعريف بمخاطرها على الحياة البحرية